بعدما حدد وزير الطاقة وليد فياض سعر مبيع قرورة الغاز عند 193 ألف ليرة ناشد نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي أنتوان يمين الوزير تحديد جدول جديد وأعطى كل صاحب معمل حقه بجعلة وتحديد الأسعار حسب سعر صرف الدولار المتداول في الأسواق وأضح أن المعامل تتكبد الخسائر مع شركات الاستيراد نتيجة إصدار الجداول السابقة واحتساب سعر صرف غير واقعي مع السعر المتداول يوميا لافتا إلى أن الخسارة الإجمالية لكل قرورة في أرض المعمل تبلغ حوالي عشرة آلاف ليرة لم تظهر لغاية اليوم خطة الحكومة للتعافي والتي ستحملها معها إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدائنين إلا أن جمعية المصارف سبقت الحكومة وأعدت خطة خاصة بها اللافت في خطة جمعية المصارف المكونة من 86 صفحة أنها لا تتطرق إلى الفجوة المالية في القطع المصرفي وكيفية حماية أموال المودعين أو حجم الخسائر وكيفية توزيعها بين المصارف ومصرف لبنان والدولة والمودعين بل حددت خطة جمعية المصارف الإجراءات الأولية التي يجب أن تتخذها الحكومة في غضون مئة يوم من بدء عملها بهدف تلبية توقعات صندوق النقد الدولي وإعادة تنشيط النمو معتبرة أن لبنان لم يبدأ في التعافي إلا إذا نفذ إصلاحات ذات أولوية ستكون شرطاً مسبقاً لأي برنامج دعم قد يقدمه صندوق النقد الدولي وهي التفاوض بشأن برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي البدء بإعادة أعمار مرفأ بيروت إقرار تشريعات الحوكة ومواد نزاهة إصلاح النظام الجمهوري الحالي إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان إعادة تأهيل البنية التحتية توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ضبط أوضاع المالية العامة على صعيد الإيرادات والإنفاق التفاوض مع الدائنين وإعادة تأسيس ملاءة مصرف لبنان تسهيل الإجراءات لبدء عمل تجاري في هذا الإطار أكد رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي خلال اجتماعه اليوم مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير أن الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا ومع سائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة بالتوازي مع التحضير لبدء المفوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد ولفت ميقاتي إلى أن العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلف الخزينة العامة ميلياري دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل من جهته أكد صفير أن المدخل إلى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية الواضحة لإقرار الإصلاحات مشددا على أن أي حل يجب أن يؤدي إلى حماية أموال المدعين رعى رئيس مجلس الوزراء نجيم ميقاتي حفل توقيع اتفاق مشروع استكمال البنية التحتية في مرفأ ترابلوس ووقع الاتفاق كل من رئيس مجلس الإنماء والأعمار نميل الجسر وممثل شركة المقاولين العرب المصرية منفذة المشروع الممول من البنك الإسلامي بمبلغ 87 مليون دولار المشروع هو عبارة عن تطوير كامل للمرفأ وإنشاء مباني جديدة للجمارك والإدارات والجيش والإطفاء ومن المتوقع أن ينتهي العمل به خلال سنتين ونصف السنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر